مساولات الله في مساولات الله وبركاته واحد أخ قال لي للعالم الإسلامي انها م монتغم قالها هو بالسناع المهم ما يهمش نحن كنا مسلمين وكنا وطنيين وكنا جزائريين المهم جزائري في حتى مسيحيين وفي اخواني مرحبة بهم المهم تكون وطني وتكون تخدم صالح البلاد وتكون تخمم على البلاد وتكون مكش خاين ومكش ظالم ومكش معتدي مرحبة بك ما عندنا حتى مشكلة المهم لا اله الله محمد رسول الله قالك واحد مسكن في المحمدية يبيع مسكن هذا ما يبيع المباين يبيع قاس يبيعوا حاجة يضبع على الازنق قالك نفخوا العين وشورطة وفقوا عين وفقوا عين وفقوا نفخت ضربوه الشرطة عليها شو الله يعلم قالوا ما تبيعش والله لا يعيش رك تبيع راح يسترزق ضربوه مسكن حقارين قلت لكم حقارين قلت لنا نفختوا العين عباك هكذا يكون جدون تقانون عباك لتعاقب كشرطة وكذا ركي تدير حاجة كما هكذا غلط تبق عليه القانون بلاك سيحك تضربوه بلاك سيحك تتعدى عليه نهائيا ثم ما كمش رجال أم ثم رعيان الرعيان أشرف منكم حشان رعيان اللي يرعى الغلم نحن عندنا في المث راعي يعني إنسان جايح نقول عليه راعي يعني مش راعي اللي يرعى الغلم لا راعي يعني واحد رعوان يعني ما عندوش عقل تافه سفيه ليلى الله محمد رسو الله قال لك ما قريك تبع رسالة اعتذار للسيدو ماكرون عليش؟ بسكره كان قلب اللي الفرنسية هذي مش عارفوش اكسيترا اكسيترا قال لك كتب له برية قال لها اعتذر لغة جميلة ولغة حينة والأخوة قال لك لا يمنعوش من الفيزا تعشينغل وليس ماكرون ثم الجنير على توامر العلم كما هذيك يطلب الاعتذار ويسامح ويطلب السماح وكل شيء ليس محتاج حتى ماكرون يطيق قيم جوار على هذا المستحين لا الى الله محمد رسول الله مقرأي مزرتو تحطوه في الصحف وتهضرو عليها تافه هذيك ادفه هناء تافهين تافهين هذوك الحزاب السياسية المتمسلمين ليس المسلمين المتمسلمين هم يتخبه وراء الدين يتخبه وراء الدين ومدالي المناكر السبع لا الى الله محمد رسول الله محمد تجديد هذا شاعر الحراك دار واحد القاسدة روعة دخلوه وسمعوها هذه روعة عبسطة الله يبارك فيك يا أخوة ربي يبارك فيك قالك داروا ترجمة للقرآن بالعبرية هذه اسمعتها جديدة داروا ترجمة في السعودية داروا ترجمة للقرآن بالعبرية يعني بالإسرائيلية لكن معمو الأخطاء حتى في القرآن عادينهم الحق أن النبي صوته أصر من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى هم في الترجمة كاتبينها من المسجد الحرام واللهيكل الهيكل تعليه سماعطينهم حق هذا الترجمة اللي داروها السيلون لا لا نطلع عليكم لا لا نطلع عليكم إلى يوم الدين وصل القرآن ميتحرفش مهما تبدلوا مهما تديروا والله معدكم ما تقدروا تديروا لأن الله عز وجل تكفر بحفظه تطلع اسمه مهما تقدروا تديروا الأول لا إله الله محمد رسول الله لدينا موضوع حبينا نتكلم فيه كلمني عليه واحد الأخ هذا المشكلة تقريب 7000 ضحية في الجزائر المشكلة هذا يقع السيارات السيارات يدخلوهم من الخارج هو هذا يقع السيارات يقع السيارات يقع السيارات يقع السيارات يدخلون السيارات ويدخلون المستغني لا يقع السيارات يدخلوا من الخارج كما نقول نحن في الحدد يجب أن تذهب إلى بوليزاري وعندها المكسيمم 6 شهر على مدن والأي خارج تخرجها كيف يفعلون العصابة المشتركين في جمارك بعض الأشخاص في الولاية في البلدية في الظائرة لا يفهمون رباطية لا يفهمون العصابة لقد قد يفهمون العصابة وقد يخذون الوصابة وقد اظهروا السيارة لها مؤقتة وقد يسمونها على البلدية لقد كتبتها في أحد الورقة وقد قدمت رجالك ورشوة وماذا يفعلون ولقد يفعلون ملف الملف القاعدي يدرون السيارة و يبيعوها كل يأكلون فيها الخبز يبيعوها تتباع فيه مع أسكر الملف تحب ثم غير تخرج من الولايات ينحيو هذا الملف ينحيو هذا الملف هذا الممل الكثير من ملف يشريها فقط يشريها صريح الملف تحب كل شي في الوقت التي يبدو النار يحكمانية بها الموقف من الشرطة و يدخلوا النار و يقومون بفهم و تجدوا طاقب مضربة ماذا يخسر في المواطن؟ المواطن يجعلون مخدومة ويجعلون البطاقة الرمادية كاينة وكل شيء ونظفات لم يرد أمري على مولات ما يرد وأمري مشألهم عن الشرطة ويجعلون والطمابير صريح الخاص بها واذا ؟ واذا ؟ وكذلك، ويسر إدارها ويسرها ويسرها أخرج جميعا لا شيء يريدون أن أعرفوا طمابين لأنهم يستمروا عندما يتخدم عصابات يخلقونها هذا الملف القاعد يخلقون إلى هذا الملف ويقال بخلص تشغروا الله ويخلقون إلى هذا الملف يخلقون إلى هذا الملف يشغل طمابين تأتي جزائر نورمال كالجزائر نورمال يشري طموبيل يجعل ورقة نورمال وليس يدخل نمرو تشاصي ويذهب إلى الشرطة ويقولون شوفوا لي هادي وشوفوا لي الناس عندها قانون تخدم به يشري طموبيل يذهب للبلدية ويسجلوا هذه الطموبيل يدخل تماما ويساقسيهم ويقولوا له الطموبيل نورمال يخلص دراهم ويجعلوا طموبيل يخرجوا إلى مدينة أخرى عندما يطلقون بها إزجاجهم إلى طموبيل ويساعد موقفهم يحتاجierوا إلى مدينة أخرى ويساعدون فأولمال لنطرفهم في الناس في قاملة الأمير ويعملون في نجزان يضعون أكثر من غالطة كيروغ الله يلعنكم وست الله يلعنكم وكما تعمروا في كل أشياء تخليطوا البلاد كما ترهجوا النار والرهج في فونكم كما تبنيوا الديار وكسبوا البلاد وتفوخوا عن الناس دمرتوا البلاد بها باللي فيها الله يلعنكم الله يلعنكم لعنوا يسخة فمسخة فات رمضان الله يلعنكم بابكم الخب اللي معرفش ربكم قلت بروينا ولكن يلعنكم على المدق لتربية جيدة فقلت بروينا لا اعتذر كما ترهجوا بغير دمرتوا البلاد بالله وكما ترهجوا إنهم يلعنكم فإنهم لا يلعن المرسل بسبب هذه المالة كما ترهجوا طواج لوف الإحضاء لأنهم يجعلون المشكلة بعد أن يأتي الكنترول يأتي الكنترول ويقولون لهم كيف سجلته الطموبيل هم ينحوه شغل هم خاطئين بريئة دماء ماذا يباع فلان وفلان 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 ماذا يكون الضحية في المواطن الذي يشتري هذا المشكل يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب يجب أن 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 يجب دعوين وتظل فهو اخبر من بعض النساء قال هذه القانون لا يحمي المغافلين وقاس واحد. قاس مات. مبارئ الظمم. حتى ربي لا يقول لك ما قتله في بلاسه. يعني حتى في القصاص لا يفعل القصاص. لأنه ليس عندي. يعني هو ليس عندي. هو ليس قاس هذا الشيء. فكيف إنسان ليس عارف حاجة تروح تنحول الطمو بتاعه. ولا تنحول الرزق بتاعه. بعد تقول له أرهام السرقة. هو سرقة. إذا هو سرقة تبقى عليه الإعدام. لكن هو ما سرقه هو شرق. روحه حمس علم من باع. وانت باعت. ما سرقه هؤلاء السرقة؟ تحكم. متشاركين فيها جمارك. متشاركين فيها بلديات. متشاركين فيها ولايات. متشاركين فيها دواحر. متشاركين فيها المراحز الرمادية. هذا كل رأة متشاركين فيها. هذا الجريمة التي ستحصل لها. هذا ركا كارثة في الجزيرة. سبعة ألف مواطن ضحية ومزال يزد بيضها. مزال يزد يبانو عليها. سنين ومزال يزد يبانو عليها. لكن من 2013 حتى 2017. لم تكن منذ ذاكرة. ومن 2017 تفشيت هذه الظاهرة في الجزيرة. لأنها كانت منفذ. صنعوا لها الكليكة تحمل. صنعوا لها العصابة تحمل. يقدروا يخدموا بين جمارك وبين شرطة وبين رجال البلدية. بإحسسسنة. كانوا يتحبون معلومة بإحسسسنة. إذا لم يتحبونها بإحسسسنة. اعلموا يتحبونها. يتحبون بإحسسنة. كما تتحبونها بإحسسنة. الورقة التموبيل تسيذي هذا وهو عليه هو سرق هو ليس شعر هذا الملف موجود ذنبه هو اللي رح نحاى الملف من الولاية من البلدية من الضائرة ملف القاعدة هو اللي راح نحااه لسي لا تشعرون العصابة هذه العصابة كاملة اللي راح تخذبتين مهاجا جمالك مشتركين فيها 100% يا والله العظيم غيروا اللي توصوفها حقيتو صوفها وناس تفهين في مناصب حساسة وحرائمية حقيتوهم في مناصب حساسة دمرتوا البلاد مراكز كما هذيك لاسمين هالناس وطنيين فعلا الناس يخافوا عن البلاد فعلا يخافوا ربي قبل أن يخافوا عن البلاد هذا المشكل المسه تفشي من aşالي الجمالTO من 2013 ل2017 4 سنين وربعة باها ومن قبل كان موجود لكن تفجر في هذا البروض يعني تتطرب بزاف عصر الفساد وعصر السافاة تعبوت فليخة ايه وغنفا المواطن اللي راح شره مسكين طموبيل من يتوم على بالوش راح شره عشا هو حاصب عشا هو حاصب الله اعلم كان حتى دي بيع الاخر اللي وراه اللي قدمه بوش يشري طموبيل هاده يسهل على روحو في الخدمة ولا يسهل على روحو في شي حاجة ولا يخدم بيها ولا يدير حاجة ولا الله اعلم تروحوا تنحو هذا ثم دمرتو زوج مرات هو وعده هو واحد الشراء والورق كلهم سليمين هو ما زور ما ترافقه ما دخل طموبيل مبرر شوفوا اللي شمعت على البوليسار واللي دخلوا هات طموبيل هاده دروا محل باللي الطموبيل يجب ان يصبحوا الى البوليسار تنحو مثل وعنو بيجب ان يخدموا القانون ويجب ان يخدموا له حاجة بل طموبيل هادهك لا يتبعش في الجزائر كيف اتبعها في الجزائر اصلا هو راح بحاقه هاده كابرك مستحيل اذا ما عندهاش اعوان يتخبر له الاوراق في البلدية وفي الأميريك مصارات ومتشاركين فيها دباط و تشاركين فيها هذه ليست مبوحها هكا برك ليست مستحيل بشجة غير هكا برك تخافوا عميّ عبارة تنقلوا بلد هذا الخماج و هده نحن هذا العفن ترتقتوا البلاد فقدتوا هي بباه الكل و ازدتوا فقدتوا العباد الله ليتربحكم نظام فاشل حتى في حفاظ المراكز الحكومية كل دخل فيها التظوار والترافيك والشر والرشوة والمحسوبية وعلى الجنسيات أعطوا جنسيات لأصلاً لناس جزارين والله أدخلهم على أنهم جزارين والله أعلموا شي لكم بل كنتي هود يا ملاعين يا الملاعين شفتوا هنا الرشوة والمحسوبية والخمج وصلت لبلدان وصلت هنا الأسفل السافرين ومن سلطة بردان حالي يفونكم تعسوا في فلان وفلان راه يدفون حارات وفلان وفلان راه يقبون دولة مدنية مش عسكرية وعصة ظاهرة وش نفست اليوم حمر وصفرة الله يلعنكم وزيني ما كيفش قادرين على أخذ ما خلوا الناس تخدم تروحوا وتروحوا خير تم ما كيفش نظام تبعدوه بس تطربكتوا البلاد تزيب تطربكتوا لها جد بابها قاعد ما خليتوا بيحت حاجة بصرحة ومازال الفساد يعمل ما زال مازال مازال مازالتوا وبركم يشين في الطريقة تاع حنا نفهمه وحنا نعرفه حيا الله أهل خراطة خرجوا مسيرة وببني والثلان ربي يحفظكم خرجوا مسيرة والله خرجوا تأيام نعيد خرجوا نورمال في فرنسا داروا مسيرة جزائريين خرجوا نورمال قالت معي بنيش بيك مدرك خرجين خرجين حيا الله أحرار والله العظم غير تحية إجلال واكبر واحترام من كل واحد خرج ربي يكثر من مثالكم وربي إن شاء الله يثبتكم هذا المرأياني ضام العارب تشوفوا شرح يخرج لكم الجزائريين ويا رقم أنا ما راكم مش فاهمين برك والله ما راكم موعين للأمور قالت لك البرحة والله والبرحة منيش عارف أهضرت على فيس القفاسة قالت لك أنا لحقنا الميساج كما قالت لك واحد راح تمص الرسومات المصونية حق يقلوا قالت لك هذا على شئ يعتقلوا على شئ يعتقلوا يا الناس كتبوا كذا يعني الناس كتبوا لي في اللايفات قالت لك يا والدي هذا راح تهدي إياس قالت لك هذا راح منهم كما هذا كل بوصبعة اللي هي راح أصور راحوا بللي راح أنت خبه وهو من رجال وهو من رجال ونهار أخذر على القفاة على رمضان دوها للحبس قالت لك هادر على القفاة قلم هذي ما فيهاش مليون ايه وقالوا لو تتعبس حسب خنم الدولة ايه طلع تشوف اطلع ايه راح حسبها في قرضك وعد في الحبس حسبها في غرضك تلقاه بلليز وجمليين دوها قالت لك راح في الحبس داعدي يقول لك راح خمس مليين ووصلوا الخمس مليين ووصلوا الخمس مليين وقالوا له لا نزال عاود الحساب كلما يدي لما يقولوا له عاود الحساب حتى ينوضلك الشوك في الظهر تنوضلك الشوك في الظهر هذي كنتم ما عرب بلليراك وصلت اللي حسبت على الصحيح قال لك هذا راح معهم معهم و هذا ما نقول بصبو عبادة عبادة ما عندنا مش عقل عندنا مدارين منية في هذا النظام حسب النيظة الذين عموا كيف تفتحون مشوا يارواح وقودونه راح بقودونه راح بقودونه وضحكونهم راح فرحوا بي راني يا سيدي وصلت العلالة راني قلت في العلالة في الهواء و السماوات و الشموسات لا أعرف بللي هذه الضحكة ليس انتعرنا فرحانين بك انتعرنا نخدمه بك وبركت عيامات أو نعجبه بك الوقت و بعد من ثمة و اللي ضحكاتك الانية بطلعتك الانية بنت عبرهاك ولا مصروق في الدم ها ما مصروقكم في الدم ايه؟ اللي حب العسل يستحمل قرصان نحد بس انتم ما راحتوش اللي عسل راحتو للزبل زبل ووجهكم القرص لا 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 محمد رس الله لا لا محمد رس الله بقيت شوفت فيديو بقيت الباعة قال لك هادروا عليه المشروع قال لك بداوه بمطار مطار قال لك بداوه بمليون والله بشحار 300 مليون والله قال لك راه واصل إلى 300 مليون 150 مليون قال لك راه واصل إلى 300 مليون و ما زالوا ماكملوا و راه يهدر عليه منه بصحة الإنسان شوف يا أستاذنا نقول لك واحد الحاجة شوف المشاريع في الجزائر كلها تبدأ بمئتين فرنطة يعني انهال القيمة الإجبالية و مره يقول لك راح مئتين مليون كيف يبدأ و يخدموا يقول لك راح ذات خمسين طولي مئتين وخمسين هذا ما زالوا قالوا بسم الله ذات خمسين بعد شهر يقول لك ذات خمسين طولي 300 مليون بعد شهر واحد أخر ذات خمسين بعد شهرين و احنا عندنا المشاريع ما شاء الله ربي تقول لها في العمر المشاريع في الجزائر ربي يبرك لها في العمر تاحها المشاريع يعني لابناء و لكل رومبوة يقعدوا فيها 6 شهر كي يبنوا مشاريع كبير يضرب ربع سنين خمس سنين ست سنين سبع سنين ثمن سنين و لا يكملوش كما المستشفى تعتبرون قالك اننا رايحين قالك اننا رايحين اننا نوليو خرمس من أمريكا تحددون من المستشفى في عشرة أيام عشرة أيام عشرة أيام عشرة أيام تعدى كملوا بسح تحمهم هم هم زالس عبق بالراب هم 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 اللي يمتحم طوال نحن الليام تعنت على البشرية نورمى 24 ساعة وقلب هم ضينا صورات اللي يمتحم فيه شهرين شهر ربع شهر خمسة شهر حتى ست شهر صديقه هم هم كل مخلوق عنده الأيام تختلف كما ذو بابا تعيش نهار بالنسبة له هي نهار بالنسبة له هي نهار بالنسبة له هي تكملة لأنها ترقد و ترقد و ترقد و تعيش حياتها و زيد و تتزوج و تخلف أولاد و تطلق البيض و باش تموت شو سبحان الله في نهار واحد بالنسبة له نهار واحد بالنسبة له هي رها سنين عمر كل رب يعطيها فوم تهضر تحكي لك وجدات حياتها قصة حياتها هات السنين اللي عشتهم هي تطيوال فهمت فبالنسبة له نحن عادي بالنسبة له هم و عشرة أيام أحسب اليوم فيها ثلاث شهر ربع شهر و حسب طلع الحسب و ستطلع ستين شهر والله الله يعلم ليلى الله محمد رسول الله هذا هو مد ما شريع تعلجزاب يبدو بمئة مليون و يكملوا بمئة و عشرين مليار متين مليار ثلاثمية مليار صادقون على حسب الجيب بتاع الي رهم ضاير ننتم الجيب بتاع ماذا يقبوا إلى عبوا خمسة مليار اقول لك خلاص كمنا ولا مازال يقبوا بعمر وبقايغل يحشروا و يحشروا و يحشروا و يحشروا ذلك ثلاثمية مليون ربع مئة مليون خمسة مليون الربع مئة مليون سياثمية مليون فتوصلكigon اظلم تغير و لكن ما الآن أن القيأنه في الأمور الطريق السيارة يطبقوا فيه من كل جهة درونا طريق سيارة مرايضة كل مرة يقومون فيه جهة كل مرة يقومون فيه جهة لا يقومون فيه من كل جهة هذا هو المشاريع تعجزها فلا تستعجبش انها ماطارك عدو فيه وما زالوا وليحقوها المائتين و الله ثلاثمائة مليون دينار أو ثلاثمائة مليون عمزان ثلاثمائة مليون تسمى أظر الكرام قالوا رحم فترة وبرك بسمدها الصباح مناني يكملها وصلها ومع ذلك كل جهة ومع ذلك سيارة هذا ليس الحسابات في الجهاز يقول لك أن يقومون بعمل المشروع يكلف مئتين مليون غيره يقولون بسم الله يقومون بإستاذ يقولون يا ودي رانا طلقنا مليه ثلاثمائة مليون الآن يطلع أستاذ سوية توصل خمسمائة مليون سبعمائة مليون تسعمائة مليون يقولون بذلك وصلنا للمريا كونسين يقولون بذلك يقولون بذلك يقولون بذلك يبرح ويبرح في الأسواق ليس بذلك ليس بذلك الشعب يجب أن يدخل بذلك وكون غير جاو يدروا حاجة تسمح ليس بذلك لا قلق هذا ما يحب البقرة تشوف المشروع في التساور تحسب رك رك في المريخ الدور نورمال في ألوان حمرة وصفرة ومزرك شوكي دير هذة التصويرات يبطل في الأرض الواقع تحكمك الجلطة نورمال تحكمك الجلطة تحكمك الجلطة نورمال توفاك وتوفاك وتوفاك توفاك ربي هذة هي الطويرة أو لا تقولك هذة هي تحكمك الجلطة تحكمك الجلطة تحكمك الجلطة لا إله الله محمد رسول الله المهمة ترى أن الناس الأحرار السلطات الحرة يعني الناس الباحثين اللي يحوسوا على الجرائم وحوسوا على مشاكل هذه وشوفوا المشكلة على السيارات المستوردة من الخارج اللي يجبوها الناس يدخلوا ثم يدخلوا لها الورقات يدخلوا لها ملف ملف قاعدين ويبيعوها غير تتباعي ينحو لها الملف القاعدين ثم يدخل شغل ما عندها لا يوجد داخلها أوفيسيات ثم يدخلوا لها مشكلة لكي يتطفر في المواطن المسكين اللي يكمد دوره على دوره ويشري طمابين اللي يحكمه في كاشفيراج المواطن لا يوجد ذنب المسكين لا يقدرش يعرف بللي هذي مسروقه ولا ماش مسروقه ووشه في الورق وكي راح سجلها اسمه ثم قالوا له نورمال لماذا يقول له نورمال و هي ماش نورمال و هي ماش نورمال و هي ماش نورمال شكول يسجلها روحوا عند اللي يسجلها و قلوا له كيف السجلت هذه يقول له نورمال و يقول له أنه يجدني شكول يعطف الورق لقص مصروا عند الفاعل المجرم الحقيقي المجرمين الحقيقيين و لا يتحسبه يشول المواطنين و المواطنين لا يحتدم في هذا الموضوع واحد شرق ورحل بما يرغله تبق القانون رحل الولاية والبلادية والضايرة والله علموا ان يسجلوا هذه الطموبل ورحل الدول ورقوا ورحل معا صاحب الطموبل وقالوا هذا الطموبل نورمال وسجلوا هلو نورمال مدام هي هي اصلاً ما عندهاش ملف قاعدة كيف يسجلوا هلو ماذا يسجلوا هلو نحوصوا على المسؤولين المسؤول على هذا الفسد هم المواطنة علاش 7000 مواطنة هذا ليس 7000 مواطنة كلهم زوروا طموبلات كلهم شركة هذيهم لا لا هذو تتكلحوا تكلحوهم بس حكي كلحوهم ليس معناك ترح تعرض عليهم هما هما عليه هما وجدلك هما هما رح حوصوا على المجرم الحقيقي المجرم الحقيقي المشكل يتحل يتحل من الجذور لا يتحلش من الفورور الشجرة كي تقصدها غير الترشو كي تبصدها غير الرؤوس من فوق تعود تكبر بس حكي تقصد الجذور خلاص نحيتها رح حوصوا على الجبارك اللي خلاهم يدخلوا وفقوا انهم يدروا حاجة كيمة ودهور الرسوى هذوا هذو 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 يتحاسبه أما الناس الذين شرعوا طموبلاتهم وشربواهم سووا لهم الوضعيات سووا الطموبلات لعطوهم ورقة تحم وخليلوا الطموبلات تحم وحسبه المجرمي لأنه لم تدلوا الطموبي تعوى عليها ولا يوجد ذنب لا الى الله محمد رص الله كل شي بالعوج والله غير عيب عيب كل شي بالعوج قال لك سيديا نجينيانانيت ويطبوا في العون من فرنسا على بيها رحوا بعثوهم الكاسكروتات بعثوهم الكاسكروتات قال لك خاصة السمية على الجزائر وخاصة الماكلة على الجزائر قال لما بعثوهم الكاسكر ينشبع كي نشبع ماكلة ووليداتي والفراخ تعيشوا بماكلة ثم نخمها ونعاونك والله منعاونك مشكلة لأن عمره في حياتي ما شفت الحكومة تشكي للخارج شعبها تشكي شعبها الخارج هذه البدعة هم اللي بديتوها أول من بدها بنصالح رح يشكل البوتن بل الآن عندنا وضعت حتى السيطرة وما كان حتى مشكلة وما كان حتى وما كان حتى وما كان حتى مشكلة وما كان حتى مشكلة وما كان الشعب هذا رح يدخلوه برعصر إذا فكعت عين وبركها رح بنصالح وها الشعب باقي بسعب وما كان حتى يخرجوا وما كان حتى مشكلة في حياتي ويرثليان وفانسا وفانسا يستحمل يدخلكم المرادية يفتفتوك من السلوك يريشونك كما الجاجة تبعون تجارة مريش لا يوجد معنى لا يوجد معنى لا لا يجب أن تكمل لمشكل قورونا في الفيديو السابقين يجب أن تكمل حرب بيولوجيا ومدروسة وعرفين هم موشرة المصونية العالمية أعرفون ماذا تفعل أبدا أن تكون مدروسة أبدا أن تكون مدروسة في جسم الإنسان يجب أن تكون مدروسة يجب أن تكون مدروسة لا يوجد معلومات هذا مرة من الناس وسمعته كذلك حتى هنا سمعته هذا الأمر شيعاك ووك 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 لكن ما زال ما تدرسش عليه الموضوع يعني ما زال ما بحثتش عليه مليح واحد الآخر بعث لي واحدة فيديو تع وحدة إيطالية وزيرة عامة أظن تحكي على هذا الموضوع وهي قادت لك بالقدمة استيقالتها مشارك قادت لك بالمشكة على كورونا هذا هم داروها إكسبري عالجل هذا الحاجة والله أعلم نبحث على الموضوع إن شاء الله ونقر لكم عنه فيديو وأي إنسان أنا دارت تكلمت عليهم بدون علم إذا الإنسان عنده أي معلومات على هذا الموضوع من فضلو يتصل يا إما يبعث لي فيديو يا إما يكتب لي الميساج ونشوف نبحث عن هذا الموضوع بإذن الله أربي يحفظكم والله ربي ينوركم وربي إن شاء الله ينور عماركم وربي إن شاء الله يوسع أرزاقكم وربي كل شيء الله يسلامكم وحبكم في الله وإلى الملتقى بإذن الله سلام عليكم